في هاته المباراة الشباب استقبل اتحاد العاصمة من اجل الخروج من منطقتها الخطر فيما تنقل الاتحاد من اجل التتويج باللقب رسميا والاحتفال مع انصاره بنقاط المباراة البداية كانت لشباب بلوزداد عن طريقتها الكرة القوية وتسديدت زكريا منصور في الدقيقة الرابعة ليتولى ضغط البلوزدديين هاته المرة عن طريق رمز بورقبا والحكم يعلن عن وضعية تسلل رغم احتجاجات رمز بورقبا ضغط الشباب تواصل مع بداية المباراة عبدات فيصل بفتحة جميلة ورأسية لا تصد ولا ترد من قبل بن شريفا بن شريفا الذي اكتشفناه في الجولات الاخيرة مع شباب بلوزداد ويؤدي في مباريات كبيرة ويسجل تاني اهدافه مع شباب في هذا الموسم وسط فرحة انصار شباب بلوزداد وهاته هي الطريقة التي سجل بها بن شريفا اول اهداف هاته هي المباراة في الشوطة التانية الامور ومجرية اللقاء تغيرت والاتحاد يرد تقريبا بنفس الطريقة وكرة تابتة وشفعي يسجل اولى اهدف الاتحاد التعادل بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد بحضور انصار الاتحاد وبحضور الارادة القوية لشفعي بعدها وكعادته الشباب في الدقيقة التانية والستين احتفل على طريقته الخاصة لكن الاتحاد بقي مركزا في المباراة وجدية العمور فتحة تانية يجد رأسية شفعي وهدف تاني للاتحاد وتقدم في اطوار المباراة لصالح اتحاد العاصمة شفعي الذي ابان عن مستوى عالي في هذا الموسم مع اتحاد العاصمة هاته هي طريقة تسجيل هدف التاني لاتحاد العاصمة والهدف التاني الشخصي لشفعي فاروق في هذه المباراة التي كانت قوية بين الجارين مباراة ديربي التي تواصلت الاتحاد حاول ان يضاعف النتيجة والشباب حاول ان يعود فيها النتيجة وكان له ذلك عن طريق ضربة جزاء مكحوت يسدد الكرة تصطدم بيد احد اللاعبين والحكم يصفر عن ضربة جزاء ضربة الجزاء تولى تنفيدها مهدي بن علجية بنجاح في الدقائق الاخيرة من المباراة لتصبح المباراة متعادلة هدفين لهدفين ولينال في الاخير مهدي بن علجية البطاقة الحمراء عن ما تشاهدونه في هذه الصور ويخرج تحت تسفيقات الشباب وينتهي اللقاء بتعدد فيما يؤجل الاحتفال بالتتويج للاتحاد لاجل اخر